ستون يوما فقط أمام مرشح حركة النهضة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لتكوين حكومته مدة تدرك حركة النهضة أنها غير كافية نظرا لتراجعها على الساحة السياسية التونسية وعدم حصولها على الأغلبية المريحة داخل البرلمان وما جعلها تشرع في مفاوضات غير معلنة مع عدد من الكتل البرلمانية قدمنا برنامج لفائد التونس برنامج وطني شعبي كنا نأمل لتم الالتقاء عليه من كل الأطراف من بينها حركة النهضة هذا البرنامج يقوم على أربع ملفات كبرى ملف الأمني والاقتلات السياسية والتسفير والجهاز السري وخاصة أمن التونسي العادي البسيط ولا تتوقف الملف الأمني على السياسيين عدم تشكيل الحكومة وفق الأجال الدستورية وعدم حصولها على ثقة البرلمان يتحرر معها رئيس الجمهورية من وجوب تكليف شخصية من حزب حركة النهضة بتعيين شخصية من حزب آخر أو شخصية مستقلة وفي حال فشلها في تشكيل الحكومة أيضا يحق له حل البرلمان مؤسف أن تتعامل حركة النهضة مع الطيف السياسي بكثير من الاستعلاء دون ربما قراءة الحسابات ومقتضيات الدستور والفصل الـ 80 تحديدا واضحة ستجبر رئيس الجمهورية الجديد على حل هذا البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة صعوبة تشكيل الحكومة قد تقدم معها حركة النهضة على القيام بتنازلات موجعة لحلفائها المفترضين في البرلمان وهم حركة تحية تونس واتلاف الكرامة وحركة الشعب والطيار الديمقراطي في ذل رفض حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر الدخول في حكومة تكوينها حركة النهضة وبعيدا عن الجانب القانوني والبروتوكولي تسير حركة النهضة على صفيح ساخن في اختبار تشكيل الحكومة بعد عدم حصولها على اغلبية مريحة داخل البرلمان بسبب تراجع شعبيتها وفقدانها لخزانها الانتخابي من امام قصر الحكومة بالقصبة والد عبدالله العربية تونس اشتركوا في القناة